موسيقى اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ببرنامج الكائن خاص نستضيف اليوم مسؤولة الملف اليمني في منظمة Human Rights Watch السيدة كريستين بيكري سيدة كريستين اهلا وسهلا بك في اللقاء خاص شكرا كتير بداية لو بدأنا بمعرفة كيف تعملون انتم في اليمن ما هي طريقة اداؤكم هل لديكم باحثين في الميدان احنا كمنظمة Human Rights Watch طبعا احنا ما بس نركز على اليمن احنا نركز على كل البلدان في العالم بس باليمن احنا كمنظمة انا باحثة متخص اليمن بس كمان احنا نتعاون مع المنظمات المخلية واحنا ناخذ المعلومات من الجهداء على الايون وكمان احنا منحول ان نزور البلد فابل فلبراير انا كنت بالعدن مع زميلتي وزميلي وابل هيك انا كنت بالسمعة وهديدة فبس الاشي صعب الان عشان طبعا انت بتعرف يعني في كتير انتهاكات باليمن ومش ممكن احنا كمنظمة وانا كشكس يعني احنا نوثق عن كل الانتهاكات وللأسف شديد عشان طبعا يعني احسن شي اذا ممكن بس الان احنا منحول ان نركز على الموضوات والانتهاكات هم كتير يعني سعب وهم يستمر واشان هيك احنا الان يعني زي هيك احنا نركز على الخام والمخفين والمنتقلين وخرق جوية من التهالف طب يعني يلاحظ ان هناك عدد كبير من الانتهاكات خاصة التي ترتكبها الميليشيات التابعة للحوثي والمخلوع صالح في اليمن لكن ليست بالحجم الموجود في تقاريركم يعني هناك اغفال عدد كبير من تلك الاحداث وربما هناك على سبيل المثال في ملف الالغام هناك ذكر حوالي سبعين حالة او توثيق لهذه الحالات بينما عدد ضحايا الالغام بالالف في اليمن هذا يثير الكثير من الاسئلة ما هي الاسباب عدم توثيق او ذكر كافة الحالات فزي انهكيت للأسف شديد احنا مع عنا يعني مرصدين كثير باليمن احنا مع عنا موظفين كثير باليمن يعني ف قراراتنا للنوثك الانتهاكات يعني مش ممكن احنا نوثك كل الانتهاكات من الالغام ولا من خارات جوية بس يعني زي عن الالغام مثلا احنا وثكنا بزي ممكن اشر حالات بس عندما احنا نكتب التقرير احنا ما نحكي بس في اشر حالات يعني الالغام هم يجرق المدنيين لا طبعا عشان هذا مش صحيح احنا نكتب اوكي احنا وثكنا كمنذبة انا كشخص و انا مع زميلي احنا وثكنا عن هذا اشر حالات بس المنظمة المحلية هم وثقوا اكثر كتير وفي هذا التقرير احنا كتبنا اوكي احنا وثكنا عن اشر حالات بس منظمة المحلية هم وثقوا عن اشرات مئات احنا منحول من تقاريرنا مش ان نحكي عن كل الانتهاكات بس يعني ناخذ مثال ونرفع هذا المثال وهذا المعضوه للمستوى اعلى وهذا بس حدفنا فعنا للغام يعني سبعا انا معك يعني في اكتير اكتير ضهاية بس مش ممكن انا اوثك عن كل الضهاية فانا احكي يعني انا اكتب التقرير وبعدين عندما انا احكي عن هذا التقرير انا احكي يعني هاي بس يعني مثال بس هذا الموضوع هذا المشكلة هذا الانتهاكات اوصى واقثر طيب كيف بالامكان توثيق جميع الحالات خاصة انه تقاريركم تقدم لجهات عليا لمانحين لاطراف دوليا للضغط على اطراف النزاع كيف بالامكان للضحايا ان يحصلوا على توثيق لكل الحالات كيف احنا كمنظمة يعني كيف بالامكان من تعرضوا الانتهاكات ان يوثقوا هذه الانتهاكات لديكم اه يعني اوكي فا اول شي طبعا اول شي لازم انا بحكي احنا كمنظمة human rights watch احنا منظمة حقوقية طبعا بس يعني احنا المسؤول عن انتهاكات كوكولنتان مش بس معنا ماكول منظمات دولية ماكول منظمات محلية كمان هما اكتير اكتير مهم فإذا مش ممكن احنا نوتك كل الانتهاكات ممكن المنظمات محلية هما كان وثقوا وفي اكتير منظمات محلية باليمن الان هما ممتازين وهم يوثقوا اكتير فإذا الافراد باليمن هما بدهم يرفع انتهاكات تدهم للمستوى عالة يعني ممكن أحكي معنا ممكن أحكي مع الأفضل الدولي ممكن أحكي مع أي منظمة محلية وهما كمان يرفع الموضوع للمساوعة نعم طيب بالنسبة لموضوع المخفيين كسرا توثيق الحالات أيضا هناك بحسب منظمات محلية عشرة ألف من الحالات لكن ما يتم توثيقها حالات قليلة جدا هل تمكنتم أو تستطيعون زيارة السجون هل عندما ذهبتم إلى صنعاء التقيتم بالمسؤولين في الانقلاب هل سبحوا لكم بزيارة السجون للأسف شديد إحنا معنا فرصة لنزور السجون بس إحنا بدنا فإذا يعني ومش بس بالشمال بالشمال والجنوب عشان أنا أفكر الملف المتقلين ومخفين باليمن الآن يعني كتير 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 مهم عشان أبو رمضان يعني إحنا يومين أبو رمضان صح فالأسابيع اللي فت أنا كنت أخذت كتير اتصالات من الأسر وهما بدهم يعرف يعني وين أبناعي نعم ويعني هاي إشي ضد قانون الدولي ضد قانون الانسان هوك الانسان فإحنا كتبنا عن مخفين ومتقلين بالشمال بس لسه في زي أنتهاكيت يعني في ممكن مئات ممكن عشرات حالات فإحنا كمنظمة إحنا نتعب على هذا الموضوع ويعني أنا أحكي لكل الأطراف الآن يعني مش بس الهوثيين بس كمان للقوة الصالح وكمان بالقوة الجنوم يعني ممكن هما بيأخذ هذا الفرصة عبر رمضان أن إفرج عن الأفراد هما كانوا اتقلوا من طريقة مش صحيح يعني وممكن هما إيزا مش ممكن هما إفرج عن الأفراد ممكن هما بس يعطي للأسر معلمات عن وين الأبناء وين أزواج طيب هناك حركة مدنية في صنعام مثلا هناك منظمة أمهات المختطفين وثقت أكثر من سبعة آلاف حالة اختطاف كيف بالإمكان أن تدعموا مثل هذه التحركات المدنية خاصة أنها قضية أو منظمة تعمل فيها النساء في مواجهة الميليشيا كيف بالإمكان أنتوا كمنظمة دولية أن تقدموا دعم وتأييد لمثل هذه التحركات المدنية وهذا منظمة هما أرصد تقريرهم لينا وأنا أرأيتها وأنا أرى صور من الاتجاجيات بالصنع وأنا أرى كل شيء زي هيك وأنا كيف أنا بوادي بالعربي بس بالرأيي الجهود زي هيك كثير كثير مهم عشان زي أنا هكيت من قبل يعني إحنا كمنظمة دولية إحنا منحول أن نرفع شوي معودية للمستوى أعلى بس الجهود المنظمة محلية مهم وممكن أحم عشان طبعا في أكثر منهم وكمان هما أقارب السجناء فإحنا كمنظمة Human Rights Watch زي أنت هكيت لك يعني إحنا منحول نأخذ ملف المنتقلين ومخفين وزي أنا هكيت مش بس بالشمال بس كمان بالمعرب بالجنوب كمان ونحكي مش مع الأم المتحدة مع الدول ولازم هما خط ضغط على الأطراف أن يوقف حذ الانتهاكات عشان حذ المشكلة زي أنا هكيت المشكلة المخفين ومنتقلين باليمن بتكبر كل يوم فخوف أنا عندي يعني إذا الأطراف هما ما بيستكتمل فرصة الرمضان وهما ما بيسمل المنظمة المحلية عن شو الانتهاكات وليش هذا يعني خلق تكبير يعني هاي في خطر لليمن مش بس الآن بس بالمستقبل هناك في هذا الملف يعني ربما تجاوز قضية الاختطاف هناك حالات قتل داخل السجون قتل أثناء التعذيب وبالتالي هذه حالات موثقة ومع ذلك لم نرى أي تفاعل دولي سوى منظمات حقوقية لم تدن حالات القتل تحت التعذيب داخل السجون إحنا كتبنا ووثقنا عن هالتين عن شوكس هم بيموت في سجن نعم بالشمال وكمان إحنا وثقنا عن تعذيب وإتداء ضد الأفراد بالسجن الهوثيين وصادة وكمان إحنا وثقنا عن إتداء ضد الأطفال فهاي كيف أنا بودع يعني هاي انتهاكات كبيرة وهي في خطر كبيرة ولازم يعني هاي مش بس يعني جرنيمة جرنيمة كبيرة بس يعني لازم أنا أحكي شي زي أنت أنا أحكيت لك إحنا وثقنا عن شوية هالات وتبعا يعني هاي ممكن مش كل الهالات بس كيف إحنا نوكف هذا الانتهاكات يعني إحنا كبير نظمات حيومان رايتس واتش إحنا رخنا للصنعة وإحنا أرسلنا رسائل رسمية للمسؤوليات بالصنعة وإحنا هكينا يعني هاي الدلعال إحنا عنا وهاي أسئلة منا يعني شو صار وشو رعيكم وكيف كلكم ممكن بتوقف هذا المشكلة عشان يعني دورنا مش بس إحنا بدنا نوثق الانتهاكات إحنا بدنا إذا ممكن ندافع عن المتاكين بزبط فإن شاء الله يعني أنا شو أنا أتمنى أنا أتمنى يعني ممكن إحنا نلتقي مش بس مع الهوثيين وصالة بس كمان مع المسؤوليات بالجنوب وإحنا نتحقق معهم يعني ليش في انتهاكات هيك وكيف كلكم المسؤوليين يوقف مع هذا الانتهاكات طيب بالنسبة للانتهاكات إحنا هناك حالة خطيرة أنتو تحدثت في حد التقارير عن ألفلات من العقاب الآن هناك مسؤولين يرتكبوا انتهاكات ويتمكنوا من ألفلات من العقاب منذ 2011 وما قبلها كيف بالإمكان ملاحقة الأطراف المتورطة دوليا هل بالإمكان تقديم ملفات لمحكمة الجنايات وغيرها لملاحقتها ولأطراف كان مجري من حرب فإحنا كمنظمة Human Rights Watch يعني إحنا نحتم كثير في موضوع محاسبة ومش بس محاسبة يعني الآن بس محاسبة بشكل كامل والشي أنا بخايف عنه عشان الآن ما فيش أطراف هما بيحتم في المحاسبة بشكل جدي فمين هو عنده سلطة أن يضمن المحاسبة يعني فيه فرصتين ممكن يعني أول شيء يعني ممكن فيه تحكيك دولي وتحكيك دولي يعني هو ما بس بيركز على التحالف وما بس بيركز على الهوذيين بس كل الأطراف وانتهاكاتهم وهي شيء واحد ممكن إحنا منشوف يعني خطوة للمحاسبة بس كمان عن المحكمة الجنعية يعني أنا أفكر إذا رئيس هادي هو يتوقع على الاي سي سي هاي اكتير 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 مفيد لليمن عشان هيك إذا رئيس هادي هو يتوقع عن الاتفاقية الدولية عن اي سي سي بعدين يعني ممكن فيه محاسبة لكل الأطراف عشان هاي يعني الجوريستيكشن المحكمة كل اليمن نعم وهذا بالإيدو عشان هو رئيسة فيعني ليش هو ما يتوقع عن الاتفاقية الدولية ربما هناك مشكلة يعني في تقارير هومن رايتز تتحدث عن طرفي سراع أوكي هناك مساواه بين الحكومة والانقلاب ربما هذا لا يعد هذا خلال في الأخير هذه حكومة وهذه ميليشيا فكيف يمكن أن يسمى الطرفي سراع أليسا من الصحيح أن يقول حكومة شرعية وانقلاب لكن أنتو تتحدث عن طرفي سراع حتى في جميع التقارير لا تقولوا أن هذه حكومة وهذه الانقلابيين أوكي فأول شي يعني تحت قنون الدولي قنون الإنساني إحنا نحتم في قنون الإنساني إذا في حرب البلد والآن بالليامن في حرب يعني قنون الإنساني ما بيحتم عن مين ينتهك هو بس يحتم إذا في انتياكات فإحنا كما نظر ما حكوك الإنسان يعني أنا إذا الهوثيين هما يقتل بشوكس أنا أحتم في هذا القتل مش مين وإذا الهكومة الشرعية هما يقتل بشوكس كمان انا احتم في القتل فانا يعني احنا كمنظمة هومن رايتس واتش احنا ما ندخل يعني ليش في هارب شو سبب الهارب وانا بارف يعني هاي اشي اكتر مهم للسياسيين بس احنا كمنظمة هومن رايتس واتش احنا نركز على الهقوق الانسان واشان هيك يعني انا ما احتم عن ليش في هارب وشو سبب الهارب انا احتم كيف الاطراف الان هم يتعامل مع بعض ويتعامل مع المدنيين داخل الهارب فالان يعني في انتهاكات من الهوثيين وكمان في انتهاكات من كل تعالف فاشان هيك احنا نكتب عن الاثنين بش اشان في مسوا بينهم بس اشان الاثنين هما ينتهك بس هناك فعل وهناك رد فعلي يعني منذ 2014 كان هناك حالة تفجير منازل اشتياح مدن وإلى آخره هناك من يرى انه الى الان المجتمع الدولي لا يتعاطى مع الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا بشكل قوي لا توجد رسائل واضحة لا توجد ملاحقة لزعماء الحرب الذين سواء من 2011 ربما كان هناك حديث قرارين دوليين بملاحقة صالح وعدد من قيادة الميليشيا ومع ذلك التقارير الدولية يعني اقل من المستوى في الضغط على هذه الاطراف فمش ممكن انا بحكي عن كل المجتمع الدولي بس ممكن انا بحكي عن دوري وشغل منظمة هيمين رايتس واتش عندما انا كنت المسؤول عنه و انا كشخص و انا كموظفة منظمة هيمين رايتس واتش احنا منحول خطة ضغط على الطرفين ومش بس طرفين يعني في اطراف في اكثر من طرفين اه صعب الزبط فالان يعني زي انهاكيت لك يعني احنا ما بس يعني عندما احنا عنا اجتماعات ولا عندما احنا بالمقابلة بالتي في يعني احنا ما بس نتهاكي عن انتهالف احنا كمان نتهاكي عن انتهاكات الهوثيين بس يعني طبعا يعني زي انهاكيت يعني لازم خطة ضغط على الاثنين وهذا سبب محاسبة مهم عشان عجب احنا نحكي عن محاسبة انا ما بحكي عن قوة التحالف انا احكي عن كل الاطراف و اذا في شي من قبل يعني اذا ما في ضغط كتير على الهوثيين يعني للأسف شديد عشان طبعا في انتهاكات منهم و زي انا كيت يعني دوري ان كتب عن انتهاكاتهم احنا كتبنا بس يعني طبعا يعني احنا كتبنا عن قوة التحالف عشان كمان في اكتير انتهاكات سنعود لموضوع التحالف لكن هناك من يقول ان انكم في هومن رايتس تعتمدون على منظمات قريبة من الحوثيين في التقارير لذلك لا تكون المعلومة واضحة بالكامل لديكم هل فعلا هناك حركة حقوقية لدى الحوثيين تستطيع انها تسيطر او تصل الى المنظمة الدولية بشكل كبير اكثر من غيرها قبل احنا نصدر اي شي احنا ناخذ معلومات من اكتير مصادر انا ولا تقرير انا كتبت في من واحد مصدر يعني من منظمة مخلية ولا من واحد شخص يعني احنا ناخذ معلومات من اكتير مصادر عشان طبعا كيف احنا نوثق ونحدد شو صار بالواقع اذا احنا ما ناخذ وكمان احنا نتعون مش بس واحد منظمة ولا منظمتين يعني من معا كتير وهذا سبب انا زرت عدن عشان انه كنت يعني اتعون مع الناشطين بالجنوب كمان يعني مش بس بالشمال ومش بس بالشرك فعندما احنا زي هيك يعني اذا انت تسعى الان يعني عندما احنا وثقنا عن خارات جوية اوكي يعني احنا ما ناخذ المعلومات من واحد منظمة ولا من شخص يعني احنا نقابل مع شهودايان احنا ناخذ صور احنا نحكي مع الخبراء الاصليها وبعدين احنا نصدر وعن الهوثيين والانتهاكات الهوثيين نفس الشي يعني اذا انا احتي اكتب عن المخفيين مش ممكن انا بس بحكي مع واحد اسرة لازم انا بحكي مع اسر وممكن مع مهاميين وممكن مع ناشطين وبعدين اصدر فعني بس هذا سبب يعني احنا انا انا اؤمن في شو احنا صدرنا بس كمان هذا سبب صعب اذا احنا بدنا نكتب عن كل هالات عشان احنا بس نصدر عن شي اذا احنا منعرف يعني حقيقي اليوم صدر تقرير عن منظمة سام الحقوقية ربما هي منظمة يمنية توثق ايضا الانتهاكات الميليشيا والحوثيين وايضا الانتهاكات السجنة التي لدى الميليشيا التابعة او القوات التابعة لامارات في عدن هناك سجون في عدن وهناك سجون في حضر موتهل تم زيارة هذه السجون وبالتالي الضغط ايضا على الحزام الامني او على حتى دولة الامارات للتخفيف نلاحظ ان دولة الامارات غير حاضرة في البيانات موجودة السعودية بشكل رئيسي شفت التقرير من منظمة سام وكمان في تقرير من الامة المتحدة كمان يعني ما بارف كيف بالعربي بس الانكشنز كماني هما كمان كتبوا عن المخفين بالهضرموت وطبعا احنا نحتم في هذا موضوع وان شاء الله ممكن من منزور السجون بالعدن وهضرموت بس المشكلة لازم يعني في تصريح من المسؤوليات في يعني ان شاء الله هم ممكن احنا منزور عشان يعني زي انا كيت يعني من بداية برنامج انت كنت في عدن في شهر فبراير لما التقيت بمنظمات كثيرة لماذا لم تلتقوا بي او تطلبوا زيارة السجون احنا زرنا بحث الجنائي واحنا كنا بدنا زرنا سجن المركزي بس عندما احنا كنا بالعدن يعني هذا الوعيد كان فيه مشكلة مع المطار اذا انت بتذكر احنا فقدنا يوم يومين للزيارة فللأسف معنا وعت ان منزور سجن المركزي فان شاء الله مرة تانية مرة اللي جاي احنا منزورها اشان طبعا انا بفكر يعني الملف زي انا كيت الملف السجناء اكتر مهم ربما سنعود لموضوع السجناء وايضا موضوع الغارات الجوية ضحايا الغارات لكن بعد فاصل قصير اعزائنا المشاهدين فاصل قصير نعود بعده لاستكمال الحوار مع السيدة كريستين بيكري اكونوا معنا اعزائنا المشاهدين اهلا بسرعا بكم من جديد نعود لاستكمال الحوار مع مسؤولة الملف اليمني في منظمة هنومان رايتس ووتش استاذة كريستين كنا قبل ان تحدثنا عن الضحايا الانتهاكات في السجون سواء في المحاوض الشمالي او المحاوض الجنوبية هناك الآن موضوع اخر الذي يتعلق بقضية ضحايا الغارات الجوية نلاحظ ان هنومان رايتس تهتم اكثر بتوثيق ضحايا الغارات الجوية وهناك اكثر من تقرير حتى كتبت انتي بان هناك ضغط مارسة المنظمة ومنظمات اخرى على الولايات المتحدة الامريكية لبيع اسلحة الى السعودية لاحظنا ان هناك صفقة كبيرة لبيع اسلحة السعودية او امريكية للسعودية وبالتالي هل العالم لا يسمع لأي تقارير حقوقية ان هناك المصالح الاقتصادية والمالية اكبر من ان تؤثر فيها منظمات حقوقية اوكي فطبعا احنا كتبنا كتير عن الخارجوية من كوات التعالف باليمن وكمان كتبنا وانا كتبت عن الاسلحة امريكا وكيف الكوات التعالف هو تستكتم الاسلحة امريكا امريكا مش بس بالخارجوية بس خارجوية ضد القانون وسبب احنا كتبنا عن هذا عشان في اكتير انتياكات ومش بس انتياكات يعني في اكتير ضحايا مدنيين والاثر على اليمن بسعب كتير ام بس واحنا نستمر مع هذا الشغل اشان ما في رد الان فالمشكلة يعني طبعا كلنا منتكر الخارجوية ضد سلطة الكوبرا صح؟ نعم يعني وهذا شريمة الهرب خلاص ام بس يعني وين المهاسبة؟ ولسا في خارجوية ضد المدنيين هما يستمر وين المهاسبة؟ فان شاء الله التحالف هي بتخيل السلوكة وان شاء الله البلدان زي امريكا واليوكي هم بتوقف يبيع الاسلحة حتى كوة التحالف هي توقف مع خارجوية ضد القانون بس حتى هذا الوقت يعني احنا نستمر مع ندافع عن حقوق الضحايا يعني بالنسبة للضحايا في الأخير هناك حقوق الضحايا وهي لا تسقط بالتقادم هي جرائم بحسب القانون الإنساني لا تسقط بالتقادم لكن هناك من يرى انه ايضا هناك ضحايا مدنيين يسقطوا بشكل يومي في تعز تعز مثلا من اكثر من سنتين ويتعرض للحصر والقصف اليومي من الميليشيا لكن تعز غير موجودة وحاضرة بشكل قوي في تقارير المنظمات الحقوقية ما هو السبب؟ اه ويعني انا سمت عن القصف الشوعي بالتعاز يعني ثلاثة ايام اللي فات يعني الى الان في تعز اكثر من الف وثلاثمائة وخمسين ضحية مدني بالقصف الذي سقطت بقصف قوات الحوثي والمخلوع صالح مع ذلك لا تحضر هذه الارقام اه والود لا انا انا اول شي انا اعتظر للشعب بالتعاز عشان انا افكر احنا كمنا ما وثقنا كتير عن تعز احنا وثقنا عن تعز احنا هكينا عن قصف شوعي احنا هكينا عن السعوبات ان ادخل مع الاكل والادوية والشي زي هيك واحنا كتبنا عن هذا وكمان في منظمات تانية هما كتبوا عن تعز بس مش كافيا اشان المشكلة الانتهاكات الان بالتعاز يعني كتير وثقيل والهياء بالتعاز يعني ممكن عسب مكان باليمن الان وعندما طبعا عندما انا شوفت السور والفيديوهات من الايام اللي فت انا كنت كمان كشخص مش كهكوكية يعني هاي اشي هرام بس والان احنا منحول ان نبحث ونوثق اكثر عن تعز عشان زي انا كيت احنا منعرف في انتهاكات فان شاء الله بالمستقبل احنا عنا تقرير وعنا بيانات عن تعز وان شاء الله احنا عنا بيانات عن قصف الشوائي الايام اللي فت انا احول كشخص وكموظفة منظمة هيمون ويتواج اذا انا عندي اجتمع مع المسؤوليات خارج يامن انا احكي عن تعز عشان المشكلة مع تعز مش بس قصف الشوائي المشكلة مع تعز زي انا كيت يعني كيف المنظمات انسانية هم يدخل وهم يدخل من الاكل والادوية او شي زي هيك فنعم انا انا معك في كتير انتهاكات ولازم احنا نقترب عنها طب هناك موضوع شائك يتعلق بتجنيد الاطفال هناك الاف الحالات وربما نشاهد يوميا تشيع العديد من الاطفال سواء ضحايا القصف او حتى المجندين يعني مليشيا الحوثي تأخذ الاطفال من المدارس وتقوم بتجنيدهم وزجبهم في الجبهات كيف بالامكان التعامل مع مثل هذه الحالة يعني كيف بالامكان ايضا انه نمارس ضغط ضد المليشيا لعدم تجنيد الاطفال نعم اوكي فعن تجنيد الاطفال طبعا احنا كتبنا شويان هذا موضوع واحنا كمان كتبنا عن كل الانتهاكات ضد الاطفال بديمان عشان فيه كتير والمشكلة مع الهارب يعني الاثر الهارب يعني ضد الاطفال الاول عن عشان هم يعني الواد زعب ليهم بس عن تجنيد الاطفال المشكلة لينا كيف احنا نوقف هذا الانتهاكات عشان يعني المعلومات يعني واضح ومش مننا من الامم المتاهدة هم هم كتبوا عن تجنيد الاطفال منظمة ترونيسيف تتحدث بشكل تجنيد الاطفال مش بس من الهوثيين كمان فيه تجنيد الاطفال من الاطراف تاني نعم وهم عنده الاعمال للهكومة فطبعا يعني لازم فيه وانا احوّل ان احكي مع المسؤوليات عن هذا المشكلة عشان طبعا يعني احنا بنعرف فيه هارب بس تجنيد الاطفال يعني هاي اشي مش بس ما فيه خطر بس الان بس للمستقبل عشان شو سعر للشوكس هو كان جنده وبعدين يعني هو بده يرجع للتعليم والأسرة وهو يعني سعب كتير فأشان هناك الاثار النفسية والاثار ال اه وكمان يعني طبعا احنا كان وثقنا عن اطفال هما كانوا بالسجناء يعني داخل السجناء وهذا صعب كتير كمان يعني اذا فيه شوكس هو تحت 18 وهو مع الشوكس ما بارف مين بس بس بالسجن كبير وهو هو التفل يعني هاي صعب كتير كمان يعني لازم لازم كل الاطراف الهوثيين وكمان الهكومة هو اول شيء يعني لازم ايقاف مع تجنيد الاطفال بس تاني شيء يعني لازم وممكن قبل رمضان بيأخذ هذا الفرصة ان افرج عن الاطفال الذين لسه بالسجون ومش لازم هما بالسجون يعني ممكن في اتكال تعتبي وشيز هيك يعني ربما قبل الشهر كان هناك عدد من الاطفال محتجزين لدى الجيش الوطني في محافظة ماري وتم الافراج عنهم بالمقابل تحتجز الميليشيا العشرات وترفض الافراج عنهم كيف بليم كان يعني ممارسة ضغط حقيقي على الميليشيا يعني لا يستجيبون هنا هم يستخدمون الاطفال والمختطفين كورقة للضغط والتفاوض السياسي كيف بليم كان انه احداث تغيير في طريقة التعامل يعني السؤال ان عندي كل يوم يعني كيف انا اخير السلوك الاطراف عشان يعني الاشي ممكن انا بكتب تقرير ممكن انا بكتب بيان ممكن انا برسل رسالة بس لسه الكوة مع الاطراف طبعا اوكي فيعني كيف احنا خط الضغط يعني ان شاء الله احنا نكتب بيانات احنا نكتب تقرير احنا نرفع كل المعوضية كل من فاتها كوكية للمستوى عالمي بس في نهاية اليوم لازم لازم الاطراف هما يكرر نعم وهذا سبب زي انا هكيت يعني دورنا كمنظمة human rights watch احنا واحد جزء صورة عشان دور منظمات محلية دور ناشطين حقوقيين مهاميين الاصر يعني هاي كمان كتير كتير مهم عشان عشان بس من جهود من كلنا بعدين في تقاريرات طيب بالنسبة للمنظمات المحلية والناشطين الحقوقيين نلاحظ انه مثلا في صنعاء منذ عامين لا توجد صحيفة لا يوجد مراسلين لا يوجد صحفيين لا توجد منظمات حقوقية تعمل في الميدان كيف بالإمكان انه يكون هناك معلومات بينما الميليشيات تمارس اقفال وقم للجميع نلاحظ انه حتى اي اصوات تعارض الميليشيات تم انتهاك حقوقها سواء بالسجن بالملاحقة بالاغتيال وللأسف شديد الود الآن باليمن كتير كتير سعب للناشطين وهقوقيين وصحفيين يعني احنا كتبنا شوي عن انتهاكات ضدهم بس في اقدر طبعا والمشكلة انا انا التكيت مع اكتير اكتير انسان وهم شجاع وهم يشتهد كل يوم ان يحسن الود في بلدهم وفي ضغط اليهم وفي خطر ضدهم وهي اشي عن جد للأسف شديد بس لسه في افراد هما يحول يعني لسه في افراد بالصنعة لسه في افراد بالعدن لسه في افراد بالهضر موت لسه في افراد بالمعرب هما يحول ان يدافع عن الهكوك وهذا كتير كتير مهم عشان يعني طبعا كيف انا بودة بس احنا نتحاك عن يامن زي بس في اطراف الهرب بس لا يعني لسه في بالد اكتير منظمين وفي اكتير افراد هما بيحول ان يوقف كل الانتهاكات وسبب انا بيحكي عنهم اكتير عشان موضم الوقت شوكس هو بيفكر عن منظمة human rights watch زي هي بس واحد منظمة حقوقية ويعني لازم هي بتخيل الود بس مش ممكن احنا نخيل الود بدون تعاون مع المنظمات المحلية بدون الناشطين المحلية بدون الصحفيين وانا بارف الود ليهم اكتير اكتير سعب بس كمان في ناشطين خارج يمن في صحفيين خارج يمن وهم بيتحاكوا عن الانتهاكات وهذا كمان اكتير مهم فانا ما بيحكي هيك عشان انا ما بفكر احنا عنا مسئولية ولازم احنا كمان نكتب وندافع ونصدر ومنحول ان نرفع الموضية للمستوعالة بس يعني طبعا كل شيء يعني احنا كفريق يعني لازم لازم كلنا منحول وبعدين في تخيرات هناك ما نقول ان مشكلة اليمن هي مشكلة مركبة اولا انها واقعة صراع داخلي وصراع خارجي يعني وبالتالي الاطراف الدولية تركز على الطرف الخارجي اكثر من الصراع الداخل يعني التركيز على وجود السعودية ربما هو اضاع المسألة الانسانية في اليمن وجعل الانتهاكات الداخلية اقل تركيزا منها على الانتهاكات الخارجية وبالتالي كيف يمكن ان في منظمة هيمان رايت سوتش ان توفق بين الحالتين انتهاك داخلي وانتهاك خارجي اوكي زي انا حكيت يعني انا الشي انا احتم فيها اذا في انتهاكات بس يعني مين هو ينتهك حي مش اول سوال اول سوال اذا في انتهاكات تاني سوال مين الضهاية وشو صار جده وبعدين انا بسأل مين هو ينتهك طبعا وكيف احنا وطبعا في اكتير اه 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 ا أمريكا ولا شيء زي هيك ولا ترامب ولا ما بارث مين والشوكس هم معه بيركز كتير عن المدنيين وشو أثر ضد المواطنين باليمن وهذا دوري لازم أنا بحول مش بس يعني عن أطراف خارجية بس أطراف داخلية كمان يعني دوري أن أحول أن أرفع الود للمدنيين ومواطنيين وانتهاكات تده من أطراف داخلية ومن أطراف خارجية للمستوى العالم الآن في تقاريركم تذكروا دائما السعودية والتحالف لكن لا يوجد ذكر بشكل مباشر للدور الإيراني في اليمن ما هو الأسباب؟ هل لا توجد لديكم قراءة واضحة؟ ما عندي دلال يعني هناك تقارير للأمم المتحدة عن وجود صفقات أسلحة شحنات أسلحة موجودة يعني القوى القبض عليها هناك صواريخ معينة يستخدم الحوثين في القصف مكتب صنعت في إيران لكن مع ذلك لا يصدر أي تقرير هل هناك لوبي كبير تبع إيران يستطيع أنه يضلل الرأي العام ويستطيع أنه ينقل معلومات مغلوطة أوكي فأول شيء يعني إحنا كمنظمة هيمانوريتسواج إحنا ما نحتم في أصلها كأصلها إحنا بس نحتم في أصلها إذا الأصلها الأطراف هو يستقدم هذا الأصلها بالضربة ضد الكنون استخدمت أسلحة إيرانية ضد المدنيين في تعز وفي مال لازم ضد العل أنا عندي ضد العل الآن الأمم المتحدة قدمت أكثر من دليل هناك لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لديها تقارير توثق حتى أرقام القطعة الأسلحة الموجودة وأنها إيرانية وأنها استخدمت في قصف وقتل المدنيين والأطفال لكن مع ذلك لم تذكر في تقاريركم ما أعرف عن الـ UNPanel؟ هم وثقوا عن أصلها صغيرة من إيران لليمن لكن لا أعرف لكن لا أعرف معلومات عن الأصلها الإيرانية استقدمهم الهوثيين في ضربة ضد القانون ترى أن يجب أن تكون سلحة وكما عن جد أنا لا أعرف عن دلائل علاقة عن دور إيران باليمن يعني طبعا أنا شاهدت الألام شاهدت ما حدث بالألام بس أنا كشخص مثل هكذا عندما نثق عن الانتياكات لازم أن أعرف عن دلائل مباشرة يعني الحوثي يتحدث دائما وصالح عن علاقتهم بإيران وعن أنهم تلقوا دعم بالسلاح والخطابات التي يقولونها ألا تعد دلائل كافية؟ يعني خطاب يقوله عبد الملك الحوثي لدينا علاقات مع إيران حسن نصر الله يقول لدينا علاقات مع الحوثيين خامناء يقول نحن ندعم الحوثيين في اليمن هذه أليس الدلائل أو حتى يعني تعطيكم مؤشرات على أن هناك تور إيراني سيئ في اليمن بس السؤال لي كشخص حقوقية أنا مش شخص سياسي السؤال أنا عندي إذا بلد ولا شخص هو ينتهك حقوق الإنسان صحيح؟ وأنا عندي دلائل عن كيف سعودية هي تنتهك حقوق الإنسان أنا عندي دلائل عن كيف الأميراتيين هم تنتهك حقوق الإنسان أنا عندي دلائل عن كيف الهوثيين كيف قوة صالح هم تنتهك حقوق الإنسان في اليمن بس عن إيران ما عنديش دلائل فأشان هيك هذا السؤال شو علاقة مع الهوثيين وشو علاقة مع الصالح هذا مش لي هذا الشخص سياسي شخص يعني هو العاناليست بس أنا كحقوقية؟ لا في أقل من دقيقة كيف بالإمكان أن تقوموا بدور أكبر في حماية المدنيين؟ نحن كمنظمة Human Rights Watch؟ يعني إن شاء الله زي أن هكيت من قبل يعني إن شاء الله إحنا نستمر مع تعوين مع المنظمات المحلية ناشطين محلية، صحفيين محلية بس كمان يعني إن شاء الله إحنا منزور يمن وإحنا نكتوب عن انتهاكات وإن شاء الله كمان إحنا ندافع للإشي كتير مهم المهاسبة ومش بس محاسبة من خلال هذا الهرب بس كمان عبر للهرب ويعني محاسبة لكل الأطراف نعم، شكرا جزيلا سيدة كريستين بيكرلي مسؤولة الملف الليمني في منظمات Human Rights Watch يعني الحديث كبير ومتشعب فيما يتعلق بالانتهاكات لكن وقت البرنامج انتهى أجزاء المشاهدين في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أنا أشكر جميع مشاهدينا وكذلك أشكر السيدة كريستين بيكرلي مسؤولة الملف الليمني في منظمات التهريو من Human Rights Watch الشكر موصول لجميع الطاقم الفني ونلقاكم في حلقة قادمة برنامج اللقاء الخاصة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة